موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة هذا القرآن فيه دستور حياة المسلمين وطريق نجاتهم ومحور تصوراتهم وفيه منابع أخلاقهم ودروب إرشادهم في هذا العالم الذي يصارع بحرا مائجا بالحيرة والقلق والخوف هذا القرآن الذي يختزن خيري الدنيا والآخرة للمسلمين ماذا على الفرد المسلم من واجب تجاهه وكيف ينبغي أن يكون تعامله مع كتاب ربه من ليله ونهاره وإي أثر يتركه القرآن في شخصية من يتعايش معه ويتدبره ويتلوه حق تلاوته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد تبحث العلاقة بين المسلم والقرآن الكريم كما ينبغي أن تكون وكما هي كائنة اليوم موضوع هذه الحلقة نلقيه أمام ضيفنا ضيف الحلقة الدكتور عمر عبد العزيز القرشي رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا أهلا ومرحبا بكم دكتور القرآن كتاب الله الخالد المسلمون كلهم يحمل نظرة احترام وتقدير ويعني رفع لهذا الكتاب لا شك أن هذا متحقق لكن دكتور نريد أن نسأل عن ما الذي ينبغي أن يحمله المسلم العادي للقرآن من نظرة نظرة يحمله هذه بشكل واعي ومدرك وليس بشكل غافل واعتيادي أن يكون نحن نحب هذا القرآن وهذا القرآن كتابنا وإلى آخره لكن النظرة العاقلة والواعية والمدركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أنعم علينا نعما عظيما فاختار لنا الإسلام دينة وأرسل إلينا رسولا عظيما وأنزل عليه كتابا كريما صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أفضل عباد الله إمام رسول الله خير من بلغ دين الله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وتسليماته وبركاته على خير خلق الله سيدنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير والقرآن الذي يمشي على الأرض والقرآن الذي تجسم فإذا هو محمد ومحمد المتخلق بأخلاق القرآن صلى الله عليه وسلم فكان خلقه القرآن نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قرآنيين كانوا قرآنا مجسما حمل للناس فهدى الله على أيديهم العباد وفتح الله على أيديهم البلاد اللهم ارضى عنهم أجمعين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فالتحية موصولة لحضرتك وللسادة المشاهدين فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مقدمة وإن كانت طويلة نسبيا في مثل هذا البرنامج لكنها مرتبطة بحديثنا عن القرآن وموضحة لكثير من مقاصده وكيف أننا يمكن أن نكون عمليين في تعاملنا مع القرآن الكريم وأنا أشكر حضرتك والقناة المحترمة في أن تتناول هذه القضية الآن ونحن في شهر ذي القعدة لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس يتكلمون عن القرآن في رمضان بعد رمضان لا نكاد نجد حديثا عن القرآن كما أن عامة المسلمين يتعاملون مع القرآن بطريقة أو بأخرى في رمضان لكن كيف هم بعد رمضان؟ لذلك أنا سعيد أن يكون الحديث هذه المرة عن القرآن في غير شهر نزول القرآن مع شدة احتياجنا للقرآن مع ما ينبغي أن نصحح فهمه في تعاملنا مع القرآن كثيرون عندنا وإن كانوا مغرضين يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني ولو أنصفوا لكان على رأس تجديد الخطاب الديني كيف نحسن التعامل مع القرآن وإن إماما من آئمتنا المعاصرين أدرك هذا المعنى الشيخ الإمام محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة والرضوان حين ألف كتابا كيف نتعامل مع كتاب الله وجاء من بعده الشيخ الدكتور القرضاوي يؤلف كتابا كيف نتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن مرجعيتنا وإن كانت لا تزال نظرية فقط في حياة الناس هي القرآن والسنة القرآن الدستور الخالد لهذه الأمة والمعجزة الباقية والسنة المذكرة التفسيرية لهذا القرآن فمرجعيتنا كتاب وسنة أين هذه المرجعية في حياتنا إن ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وإن هنا شرطي فحيث يوجد هذه المرجعية توجد هذه المرجعية أو يوجد الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام فالإيمان موجود إذا لم يكن القرآن الكريم ومن بعده السنة مرجعيتنا فقل على الإيمان السلام ولو ادعيناه مهما ادعيناه لذلك النظرة التي ينبغي أن تكون في تعاملنا مع القرآن أن ننظر إلى هذا القرآن على أنه هو الحياة هو الروح هو النور هو الحياة بدونه لا حياة نحن بغير القرآن أموات وإن كنا نأكل ونشرب ونسعى على قدمين قال الله أوى من كان ميتاً فأحيينا واجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون القرآن روح الحياة وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا نحن بغير هذه الروح أموات أي إنسان جسد وروح إذا ما خلا من الروح أو خرجت منه الروح ما قيمة الجسد إنه كان أستاذاً وكان وكان حتى لسم فضلاً عن المناصب التي توجها كل ذلك ينسى لرحظة خروج الروح لمجرد ما تخرج الروح غط الجثة جاء المغسل هاتوا الأمانة غسلنا طلع الجنازة انتهى لماذا انتهى؟ وهو لا يزال في بيته قبل أن يدفن حتى في قبره خرجت منه الروح التي هي سر الحياة كذلك الله عز وجل يسمي القرآن روحاً هو سر حياتنا في قرآن موجود في روح في حياة ما في قرآن جثة هامدة سرعان ما تنتن سرعان ما تنتعفن ولذلك الدنيا الآن أصاب هنة والعفن فلئن تسألت لما؟ أين روحها؟ القرآن روح الحياة وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا نحن في حسن التعامل مع القرآن ينبغي أن نفهم أن نتدبر لماذا يسمي الله عز وجل القرآن؟ روحاً وكذلك أوحينا إليك روحاً روحاً من أمرنا ثم يقول بعدها ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي بهم النشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم قوله ولكن جعلناه نوراً يعني نحن بدون هذا النور نتخبط في الظلمات أنا وأنت نبصر هل نبصر بأعيننا؟ لا إنما نبصر بنور يأتي من خارج الأعين فنرى لكن ونحن مبصرون الآن وقطعت عنا الكهرباء وكنا بالليل ماذا نبصر؟ لا نبصر على الرغم من قوة البصر لكن إذن الذي يجعلنا نبصر طريقنا هو القرآن جعله الله نوراً فإذا الأمة لم تحسن التعامل مع القرآن فلا روح ولا نور معناه موت وظلمات وواقع الأمة الآن سنأتي على الحديث عن واقع الأمة الآن في علاقتها مع القرآن لكن ما واجب الإنسان تجاه هذه الروح؟ واجب الإنسان التي هي القرآن نعم أن يحسن التعامل معها كيف؟ الله عز وجل أنزل القرآن ليكون بالنسبة لنا ذكراً وذكراً ونوراً وبشراً وهدايةً ورحمة وبياناً وتبياناً كم للقرآن من خصائص وصفات فمن بين هذه الصفات لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم فيه عزكم فيه شرفكم فيه مجدكم فيه رفعتكم أفلا تعقلون؟ إذا كان القرآن كذلك ولسنا كذلك إذن هناك خلل يسمى عدم حسن التعامل مع القرآن هذا الخلل ينبغي أن نصلحه كيف؟ أمور بسيطة ويسير لمن يسرها الله عز وجل عليه أن نحسن التعامل مع كتاب الله تلاوة نتلوه لقول ربنا عز وجل وأمرت أن أكون من المسلمين الآمر هو الله والمأمور هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن بعد الإسلام قال له أتلو القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين والآية من أولها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافر عما تعملون فأولى الخطوات تلاوة آناء الليل وأطراف النهار إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفر شكور يعني عظيم بعد التلاوة ترتيب القرآن ما هو كتاب عادي ما هو صحيفة ما هو مجلة لا بد عند تلاوته من إتقان ترتيله لقول ربنا جل وعلا ورتي للقرآن ترتيل ترتيل القرآن كما قال العلماء تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف وتجويد الحروف بمعرفة مخارج الحروف وصفاتها وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه ورتي للقرآن ترتيل تلاوة ترتيل لا يكفي إلى هذا القدر تكون مجرد قراءة الله عز وجل نعى على أهل الكتاب هذا المعنى بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني مجرد تلاوة لكن أريد من هذه الأمة بعد التلاوة والترتيل التدبر التدبر قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تدبر قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعوذ بالله قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن موضوع التدبر هذا الفارق بيننا وبين الأميين بين أهل الكتاب الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني ومن هنا نتدبر كتاب الله ونتعرف على ما فيه من أحكام وسنن وآداب ومناهي ما المقصود بتدبر هنا دكتور نعم التدبر أنك تقرأ كتاب الله مرتبطة بسنن الله كيف والنظر الله عز وجل وهو يذكر لنا في القرآن قصص السابقين قصص الأنبياء مع أممهم في ثلث القرآن ثلث القرآن ماذا قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إذن التدبر هو أخذ العظات والعبر استخراج الأحكام من القرآن ربط الآيات بالواقع لأن القرآن كما هو معلوم أنه له عموم الحكم يقولون ليست العبرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذن لقد كان في قصصهم عبرة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كل قصص السابقين ذكر فيها أمورا تعالج أمراض واقعنا لاستبداد السياسي لاستبداد الاقتصادي إلى إعراض عن منهج الله ظلم الحكام غباء الشعوب كل هذا في كتاب لا موجود وله علاج فهو علاج لكل مرض ودواء لكل ذا هل هذا تدبر الذي تتحدث عنه واجب على كل مسلم أم هو واجب على فئة دون أخرى كل على قدر استطاعته فليس العوام في مثل هذا التدبر كالعلماء كيف يكون تدبر العوام؟ وحديثنا ربما يشمل أكثر المسلمين وأكثر المسلمين ليسوا من العلماء ولا من طبقة أهل العلم فكيف يكون تدبر المسلمين؟ أن يكون لهم مع أهل العلم نصيب وصلة العالم يجلس يفسر القرآن يستخرج ما فيه من كنوز يربطها بالواقع يتحدث عن أنواع الإعجاز القرآني هذا الإعجاز الممتد إلى قيام الساعة العام يستفيد مثل ما كان الناس العوام يجلسون أمام الشيخ الشعراء ويتعلمون منه الخواطر القرآنية والتأملات شيخنا الشيخ الغزالي كذا كذا وإن كانت طبقة الشيخ الشعراء مثلا ممكن يكون أغلبها من العامة الشيخ الغزالي كانت الطبقة غالبها من الخاصة يمكن لفارق الأسلوب لكن أليس هذا فيه نوع من المسلم كما يقال في العامية يؤجر عقله للعالم يعني يفكر عنه ويتدبر عنه ولا يقوم بنفسه بعملية التدبر ألا ينبغي المسلم أن يمرن عقله ونفسه على تدبر هذه بدايتها أن يجلس أمام العالم ويقرأ ويسمع وكذا وكذا فتكون هذه البداية أو الانطلاقة التي تجعله بعد ذلك يقرأ ويحسن هو التعامل مع القرآن لكن نحن نقدر فروق الطبقات في الناس وفروق العقليات وليس هذا العام المشغول بزراعته وهذا بحقله وهذا بمتجره كطالب العلم الذي يتفرغ لطلب العلم كالعالم الذي جعل حياته وكرسها لتعليم العلم لا بد من مراعاة هذه الفروق عند تدبر كتاب الله لكن ينبغي أن يكون الجميع له قدر من التدبر لكتاب الله تعالى حقيقة دكتور الذي يجرب التأمل في كتاب الله ويتدبر آياته وسوره يشعر بلذة يحرم منها من لا يقوم بهذا العمل حقيقة بخلاف الجلوس إلى العلماء ما وسائل التي تعين المسلم العادي أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى إذا ما قرر أن يسلك هذا الطريق طريق تدبر الآيات قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أعتقد مع صدق توجهه وصدق نيته يستطيع أن يجد لذته في التعامل مع كتاب الله وأن يستخرج منه من الدروس والعبر ما لا يمكن أن يستخرجها العالم قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا هذا الفرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال فهو على قدر إقباله على القرآن على قدر ما يكون عطاء الله عز وجل له وهذا لون من التدبر إن لم يكن التدبر الذي يعيه العالم فهي اللذة وهي السعادة وهي النشوة انشراح وانشراح الصدر وهو يجد سعادة يقول عنها من قال من قبل إنه لا يمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم إذا لفي نعيم عظيم هذا عامي وهو يحسن التعامل مع القرآن يقرأ القرآن ويتلذذ به في قيامه أناء الليل وأطراف النهار فيجد من اللذة ما يعني تغنيه عن كثير من أنواع التدبر التي هي من مهام العلماء هل مما يعين المسلم العادي على التلذذ والتمتع بكتاب الله سبحانه وتعالى وهو يتلوه أن يتخيل أن الله ناظر إليه وأن الملائكة تتراقبه وأن عن يمينه جنة وعن شماله نار وأن تحته واد هل ثم تصورة معينة تساعد المسلم العادي الذي لم يتحضن كافيا من العلم على التلذذ مساعدته على التلذذ في القرآن والتمتع به هذه تكون يعني ليست مما تفرض على الناس فرضا على قدر ما أنه هو يستشعرها فكل ما أقبل على ربه وأخلص له وأقرأ القرآن وبدأ يعني يرجو من الله عز وجل أن يعلمه وأن يفهمه ويستشعر هذه المعاني فهو يجد من فضل الله عز وجل عليه ما لا تجده عند كثيرين من الناس وما لا يمكن أن يتصور نظرياً على قدر ما يكون عملياً نريد بعض الفاصل أن نتحدث عن علاقة القرآن بالمسلم ليس من حيث كما ينبغي أن تكون وقد تحدثنا عن ذلك في المحور الأول وإنما من حيث كما هي كائنة اليوم وإلى أي مدى يمكن ربط واقع المسلمين الأخلاقي والاجتماعي والسياسي بعلاقتهم الراهنة بالقرآن الكريم هذه وقفة قصيرة تتبعه عودة لمواصلة الحديث مشاهدين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن علاقة المسلم بالقرآن الكريم وحديثنا اليوم مع الدكتور عمر عبد العزيز القراشين جدد وترحيب بكم المتابع لحال المسلمين حقيقة ربما كثير من المسلمين يعرضون عن القرآن اليوم يبتعدون عنه نريد أن نبحث معكم دكتور في مسألتين أولا مظاهر هذا الإعراض كما تراه من جانبكم ثم أسباب هذا الإعراض هل الناس تعرضوا عن القرآن بسبب جهلها بقيمة القرآن ومنزلته وحقائقه أم بسبب جهلها باللغة العربية وبالتالي يعني لا ترى لا تفهم معانيه ولا ينفذ إلى صدرها وقلبها نعم أبدأ بقول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى تهديد واضح قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى المحور بيضر حول الإعراض عن القرآن وهذه آفة الأمة في هذا الزمان قلت كثيرا من الناس يعرضون عن القرآن أو يهجرون القرآن والواقع أمر من ذلك لأنه لم يبق إلا الندرة ممن يتعاملون مع القرآن وببعض صور التعامل وليس بكل ما ينبغي أن يكون فإذا قال الله ومن أعرض عن ذكري وهنا نسب القرآن له يا المتكلم والقرآن ذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة الواقع الذي نعيشه لمن أراد أن يجسم المرض ليعرف العلاج فالمرض موجود يعني حياة ضنك بكل المقاييس الكورونا أحد مظاهرها وإلا فالضنك في كل شيء وباء وبلاء وغلاء وذل ومجاعات وحروب وقتل إلى غير ذلك فإن له معيشة ضنكة هذا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى فيسأل قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك الجزاء من جنس العمل أتتك آياتنا وكانت قريبة في متناول يدك كما أنزلها ربك سبحانه وتعالى لم يغير منها حرف ولا حركة ومع ذلك أعرضت عنها ولذلك مع هذه الآية التي تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة أنا عجبت للرحمة المجسمة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي كل همه أمته حتى في يوم القيامة من أول البعث إلى أن يدخل أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار وهو يقول أمتي 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 هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي سيقول لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا تخيل الرحمة المجسمة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام تشكو الأمة أنها هجرت القرآن هذه الأمة هجرت القرآن بكل صور الهجر تلاوة ترتيلا تدبرا علما عملا حكما احتكاما تخيل كل معاني الهجر موجودة في الأمة تلاوة تندر في الناس نتندر بيها الترتيل أندر منه العلم في الناس قليل جدا أما العمل فالله المستعان أما الحكم والاحتكام فحدث ولا حرج لا حكمة كتاب الله في دنيا الناس ولا احتكام إلى كتاب الله في دنيا الناس اللهم إلا أن يكون أفرادا يفعلون هذا فيما بينهم في محيط أسرهم أو كذا أو فيما تبقى في محاكمنا من قوانين الأحوال الشخصية ما لم تتغير فالقرآن مهجور في حياة الأمة هجرا كاملا ولذلك صدقت فيهم هذه النبوءة وهذا الكلام عن النبوء عليه الصلاة والسلام وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور إن كانت هذه مظاهر الإعراض فما أسبابه أسبابه كثيرة منا ومن غيرنا أما الذي منا فنسينا أن القرآن كتاب الأحياء لا كتاب الأموات إن سورة تقرأ على الأموات في واقع الناس تسمى سورة ياسين يقول الله فيها عن القرآن لينذر من كان حيا ونحن لا نجعل القرآن في حياتنا إلا لمن كان ميتا كلنا في بلادنا متى سمع القرآن يقرأ بصوت مرتفع في مكبر صوت ويجود هكذا من مات فلان طب يلا نعزي سبحان الله فكأن القرآن الذي يقرأ في حياة المسلمين صار خاص بالأموات كأنه للأموات وإن خرج عن دائرة الأموات فهو في مقدمة الحفلات فهو يقرأ على قارعة الطريق والنواصي الشوارع للارتزاق أحياناً يكون حجاباً للمرضى مسحورين كذا كذا صور كثيرة في حياة الناس جعلت القرآن ليس للحياة ولا للأحياء إنما هو لشيء آخر فهذا منا يعني سبب من أسباب الإعراض عن القرآن الذي هو كتاب الأحياء والحياة أما السبب الخارجي عنا ولا نعف أنفسنا أيضاً من التقصير فيه أن أعداءنا حرصوا من قديم أن يلغوا القرآن من حياتنا لقد أدركوا أن هذه الأمة سر عزتها في القرآن الكريم فكيف يمكن أن نرفع الحجاب عن المرأة لتكون دمية وفتنة في المجتمع ونغطي به القرآن استطاع أعداء الإسلام أن يرفعوا الحجاب عن المرأة ثم حجبوا القرآن فغطوه غطوا القرآن وجعلوه كتاباً محجوباً عن الدنيا واجعلوه كتاباً متحفياً ونحن يعني استسلمنا لمثل هذه المؤامرة ولمثل هذا المخطط بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادة والعياذ بالله فهجر القرآن في حياة الناس وصار أعداء الإسلام يجتهدون اتباعاً ليكون هناك بدائل عن القرآن تعليم بعيد عن القرآن عمل بعيد عن القرآن فن بعيد عن القرآن ثقافة بعيدة عن القرآن إعلام بعيد عن القرآن اشغل أوقات الناس بهذه المواقع بهذه الشبكات بهذه الهواتف بهذه الإباحية اشغل الناس بكل شيء حتى أعرضنا عن القرآن تماماً كان السلف يتعاملون مع القرآن أناء الليل وأطراف النار ونحن الآن ند من الهواتف أناء الليل وأطراف النهار لدرجة أنك تجد الإنسان بعد ما يفرغ من الصلاة مباشرة يمسك الهاتف لا الرجل الذي كان يحسن التعامل مع القرآن كان يتعامل مع القرآن لكن نحن نتعامل الآن مع الهواتف ومع المواقع ومع كذا وكذا إذن أسباب متشابكة جعلتنا نعرض عن القرآن نقطة أراها مهمة دكتور القرآن حتى يكون معمولاً به ومطبقاً في حياة المسلمين ينبغي أن يكون هناك سلطان مسلم يطبق هذا الأمر ويقيم القرآن في حياة المسلمين في ظل غياب هذا السلطان كيف يتجاوز المسلم قضية الهجران بحيث لا يكون هاجراً للقرآن ما الذي عليه أن يفعله حتى يكون ملازماً للقرآن ينجو من إثم الهجرة أو هجران القرآن إذا نظرنا إلى المجتمع الذي كان ينبغي أن يكون عليه إمام يحكم الناس بكتاب الله ويقودهم إلى دين الله ويصلح الدنيا بالدين وهذا ليس موجوداً الآن فإن المجتمع هذا عبارة عن فرد وأسرة ومجتمع دولة فلئن كنا لا نستطيع أن نصل إلى مسألة الدولة والحاكم وكذا فعندنا الفرد والأسرة ينبغي على المسلم أن يحسن التعامل مع كتاب الله في محيطه كفرد بصلاح العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق فهو بذلك يتعامل مع كتاب الله ثم هو في محيط الأسرة كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل في بيته راعٍ ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راعٍ ومسؤول عن رعيته فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته بحكم هذه المسؤولية كل منا يستطيع أن يتعامل مع كتاب الله في محيط الأسرة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم أهلكم نارا الزوجة يعلمها كيف تكون ممن قال الله فيهم فالصالحات قانتات حافظت للغيب بما حفظ الله أخطأت الزوجة والتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع وضربهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبير خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم إذن أنا في محيط الأسرة بتعامل بمنهج ربي وبتعامل مع الأولاد ربيهم على الكتاب والسنة تربية إيمانية وتربية أخلاقية وصحية وجسمية واجتماعية ونفسية وجنسية بكل أنواع التربية من خلال القرآن ومن خلال السنة فينبغي إذا تعاملتم مع القرآن بهذه الشاكلة أنا وأنت وأنت يعني يرجى لمثل هذا المجتمع أن يترقى وأن يكون صالحا وأن يوجد الله من بينه من يصلحه ويتمم المسيرة بأن تكون الدولة مسلمة لأنه كما قيل كيفما تكونون يولى عليكم وأعمالكم عمالكم وفي كتاب الله مصداق ذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون لكن هذا الكلام يعني دكتور لابد من الفهم بأن هذا الأمر ليس من الأمور السهلة وإنما يحتاج إلى جهاد ومجهد وربما هنا مناط الثواب عند الله سبحانه وتعالى ولكن يبقى أنه إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد من الغلبة ويبقى في التعامل مع القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والله رأيته صورة عجيبة في يسرية القرآن حتى مع الأعاجم في التلاوة وفي التعامل وفي الفهم شيء عجيب سبحان الله العظيم طيب قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور يعني بأن فضلك إجابة مختصرة يعني إلى أي مدى يمكن تحرير مظاهر العلاقة بين واقع الأمة المسلمة الآن الواقع الاقتصادي الواقع السياسي الواقع الأخلاقي والاجتماعي وبين علاقتهم الراهنة بالقرآن الكريم كيف يمكن أن نحرر هذه العلاقة بين هذا الواقع المتردي وبين العلاقة الكائنة مع القرآن اليوم حقيقة يعني الإجابة مريضة ما في صلة بين القرآن وبين واقع الناس على كل المستوى التي ذكرتها حضرتك إذا كان على المستوى الاقتصادي مثلا فإن ربنا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فأريني بلداً مسلماً لا تتعاملوا بالربا أريني بنكاً إسلامياً صافياً يمكن أن أتعامل معه هذا في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون لا أحد لا أحد أحسن حكماً من الله ولا دستور يدانيه ولا قانون يضاهيه ولا حكم يساويه أريني أيضاً الدولة التي تحكم بشرع الله وتتعامل مع كتبه إذن للجانب السياسي ولا الجانب الاقتصادي ولا الجانب التعليمي الذي ينشئ لنا أمة نحن عملنا تعليماً يسمى التعليم الأميري أو التعليم العام قام على محاربة الدين لما كان الأظهر يعلم الناس الدين عملوا تعليماً آخر علمانياً صرفاً يفصل الدين عن الدولة وعملوا في مادة الدين خرجت من المجموع وحياناً لا تكون مادة نجاح ولا رسوب وده النوع من ذر إرامات في العيون فقط على أنه في دين يعني وهو لا يسمن ولا يقني الذي كتبوه في كتاب الدين أو التربية الدينية لكن التعليم في كل مراحل تعليم علماني صرف انتقل من التعليم إلى الإعلام حدثوا لا حرج يعني كيف جعلوا الشاشات لكل من يمكن أن يحارب الدين باسم الدين ونفكر الدين ونفكر الإسلامي وكذا وكذا إذن الصلة بين القرآن وبين الواقع يعني صلة منفصلة تماماً مع كامل الأسف في كل جوانب الحياة سأذهب إلى الفاصل لأحدثك أسألك بعد الفاصل عن الأثر الذي يتركه القرآن في شخصية المسلم المتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى نتابع حديثنا هذا بعد فاصل أخير ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج مقاصر دكتور المسلمون ربما يكونوا المسلمون ربما يكونوا نوعين مسلمون من حيث علاقتهم بالقرآن مسلمون مقبلون على القرآن ومسلمون هاجرون للقرآن تحدثنا عن الهاجر المسلم المقبل على القرآن المعايش لآياته وسوره ومعانيه وأحكامه وأخلاقه وأدابه ما الأثر الذي هذه المعايشة يمكن أن تتركه في حياة هذا المسلم بمعنى آخر أي شخصية يصوها القرآن للمتعايشين معه للذين يلزمونه نعم هذا الذي يتعامل مع القرآن ويحسن التعامل معه هذا الصنف الذي سماه الله ربانيا يصبح إنسانا ربانيا بمعنى الآية الكريمة في سورة آل عمران ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هذا الإنسان الرباني أحسن التعامل مع القرآن علما وعملا فصار ربانيا ليس على شاكلة الحديث الموضوع المشهور عند الصوفية عبدي أطعني تكون ربانيا تقول للشيء كن فيكون لا 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 نما أقصد الآية ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون التي فسرها الحديث من تعلم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات الذين يحسنون التعامل مع القرآن الكريم واحد من اثنين والثالث هو الهاجر لكتاب الله والأصناف الثلاثة في حديث سيدنا علي رضي الله عنه الناس أصناف ثلاثة عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعق فمن أحسن التعامل مع كتاب الله فهو إما أنه عالم رباني ينقاد إلى كتاب الله ويقود له الناس ومتعلم على طريق النجاة يحسن التعامل مع كتاب الله وأما الثالث الذي أعرض عن القرآن وهجره سماه الحديث وحديث موقف على سيدنا علي قال وهمج رعاع يجرون خلف كل ناعق لا يدري شيئا هو يعني حتى إنه إذا سمع شيئا في الإعلام يصدقه كما لو كان تنزيل من حكيم حميد إذن حسن التعامل مع كتاب الله يجعل المؤمنة ربانيا طيب أنا أريد أن أتوقف معك مع هذه الكلمة هي مهمة جدا حقيقة دكتور يعني إذا المسلم تعامل مع القرآن فجعل الله سبحانه وتعالى هذا المسلم الذي يلزم القرآن ربانيا مظاهر هذه الربانية في شتى صنوف حياته في حياته كيف تتجلى هذه المظاهر ولو اختصرنا من فضلك ربانية المصدر حيث يتعامل مع الإسلام قرآنا وسنة وفهم سلف الأمة واحترام العلماء والآئمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم مع ربانية الغاية والوجهة فهو يصبح ربانيا يعرف منهجه يعرف غايته يعرف مهمته يعرف لماذا خلق وإلى أين يصير وما هو المصير فهذه ربانية تجعله بعيدا عن الشهوانية بعيدا عن العدوانية بعيدا عن الشيطانية بعيدا عن الحيوانية فالناس إما رباني وإما شهواني أو شيطاني هذا الشيطاني عدواني وهذا الشيطاني حيواني وهذا الرباني يعيش لله يعرف غايته ووجهته فهو يعيش في ظلال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم صلي وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد الصلاة والسلام هل يرسم التاريخ صورة واضحة المعالم لحال السلف مع القرآن تحديدا الله أكبر هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف قائدنا وقدوتنا ونبينا وأحسنت الوصفة وأجملت وأبلغت حين سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن بمعنى كان قرآنا يمشي بين الناس كان قرآنا يمشي على الأرض كان القرآن مجسما في النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الذي رب أصحابه تربوا هذه التربية الإيمانية فكانوا قرآنيين وكانوا ربانيين وعاشوا في الناس قرآنا يتلونه آناء الليل واطرف النهر ويعملون به ويعيشون في ظلاله ويحتكمون بإحكامه ويتحاكمون إليه حتى كانوا قرآنا مجسما على شاكلة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما فهموا القرآن فهموه بشموليته فهموه عبادة وجهادا فهموه دينا ودولة فهموه مصحفا وسيفا المصحف تبيان والسيف قوة تحفظ هذا التبيان لا بد للحق من قوة تحميه ومن ثم خرجوا لهداية العباد ولفتح البلاد فلما سئلوا من أنتم وما الذي جاء بكم قال رفعي بن عامر أما مرزتم قائد جيوش الفرس نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ما الذي شكلهم؟ ما الذي غيرهم؟ ما الذي حولهم من رعاة غنم إلى قادة أمم؟ ومن قوم يخافون أن يتخطفهم الناس إلى أنهم فتحوا الأرض وسادوا على إمبراطوريتي الفرس والرومان وتحولوا من عبات حجر إلى سادة البشر إنه القرآن الذي شكلهم القرآن الذي غيرهم القرآن الذي عاشوه فإذا هم قرآنيون وهكذا الصحابة ومن بعدهم التابعون يحسنون التعامل مع كتاب الله أنا الليل وأطراف النهار حقيقة هي قضية ربعي بن عامر دكتور ينبغي التوقف عندها والتفكر فيها ماليا كيف لرجل فقير من خيمة من صحراء من بضعة آلاف قلائل يأتي إلى وزير أكبر دولة في العالم تشبيه الآن في أمريكا ثم يقول له لا يقول له بأننا سنحاورك وإنما سنخرجك من الظلم إلى النور إما أن تستم وإما الحرب فكان هناك أثر عميق جدا في شخصيته وفي كل الصحابة من القرآن شكرا لكم جزيلا دكتور مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في نهايتها أشكر ضيفي الكريم المكرم الدكتور عمر عبد العزيز القرشي رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا كل الشكر لكم نترككم في حراسة الله تعالى وتوفيقه السلام عليكم